اشتركوا في القناة لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم واستذكر سموه في برقيته بكل فخر واعتزاز ما تحقق لمملكة البحرين من انجازات تنموية في شتى القطاعات وفق رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم حفظه الله التي جعلت من المواطن أساسا للتنمية ومحورا لها فإليه توجه كافة الأولويات والبرامج في كافة القطاعات بما يسهم في خلق الفرص الواعدة له والوصول إلى الغايات التي أسس لها جلالته بكل حنكة وحكمة وضعين مصلحة الوطن دائما وأبدا فوق كل اعتبار وجدد سموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في هذا اليوم الأغر لحضرة صاحب الجلالة العهد والولاء لمواصلة العمل للمضي قدما في خدمة الوطن على نهج جلالته السديد لبناء حاضر البحرين ومستقبلها المشرقة ففريق البحرين يسلهم من جلالته أسمى معاني العطاء والبدل من أجل الوطن لتبقى مملكة البحرين كما أرادها جلالته دوما نموذجا حضاريا على كل صعيد كما واستذكر سموه شهداء الواجب الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الدفاع عن حياض الوطن والذود عنه والذين خلدت تضحياتهم بتخصيص جلالة الملك المعظم يوما وطنيا لهم ما يبرهن على ما يحمله جلالته من مشاعر الوفاء والعرفان والتقدير لكافة أبناء الوطن سائل أن سموه الله سبحانه وتعالى أن يعيد على جلالته هذه المناسبة الوطنية أعواما مديدة وهو ينعم بدوام الصحة والعافية وأن يحفظ جلالته عزا ودخرا وفخرا لوطننا الغالي ولكل الأسرة البحرينية الواحدة وقد بعث حضرة صاحب الجلالة العاهل المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عرب جلالته فيها عن بلغ الشكر والتقدير على تهاني سموه بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية العزيزة واستذكر جلالة الملك المعظم بهذه المناسبات بعظيم الإجلال والوفاء ذكرى شهداء الواجب البررة خلدهم الله في جنات النعيم بما قدموا وبما بدلوا من التضحية والفداء في ساحات الشرف دفاعا عن الوطن وعزته وعن الأمة وكرامتها معبرا جلالة هان عظيم الاعتزاز بما تحقق من إنجازات كبيرة في بلدنا العزيز وتطور حضاري كبير مس مختلف أوجه الحياة وانعكس ثماره الطيبة على حياة أبناء شعب البحرين الوفي ماربا حافظه الله عن خالص تقديره واعتزازه بما حققه سموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من إنجازات تنموية مشرفة وبما يبدله من جهد متواصل في كافة المجالات لتحقيق ما يصب إليه المواطنون الكرام من تطلعات ويعود بالخير العميم والنماء على الجميع بإذن الله وتوفيقه سائلا الله تعالى لسموه موفور الصحة والعافية وأن يحفظ سموه بكل خير ويبارك في أعماله